ننتقل الآن إلى القاهرة ينضم إلي من هناك السيد وائل عينب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ ليطلعنا على تفاصيل الإغلاقات وأيضا كل الأخبار التي نسمعها من السوق المصري أهلا بك معنا أستاذ وائل إذن مع نهاية هذا الأسبوع نتبايا بالنسبة للمؤشرات تحركات ضيقة بالنسبة للإي جي اكس سفينتي مكاسب طفيفة بينما تراجعات مستمرة اليوم نلحظها على الثيرتي على مدار هذا الأسبوع ونحن نقترب من نهاية الربع الثالث لعام 2014 ما هو تقييمك اليوم لهذه التدولات وهذا الأسبوع والربع ككل هذا الأسبوع نعتبره أسبوع حيرة حيرة المتعامل المشعر في أخد قرار بنتداول عند منطقة قمة قمة للمؤشر رئيسي إي جي اكس 30 وقمة لبعض أسهمه فقط ولا غير ونحدد بعض أسهمه فقط ولا غير في حين بقي أسهمه على أسعار دنيا بشكل كبير مؤشر إي جي اكس 70 وكل أسهمه بلا استثناء على أسعار دنيا بشكل كبير فلذلك المستثمر في حيرة هل لما يجني إي جي اكس 30 أرباحه إي جي اكس 70 هتجاوب معي ويجني أرباحه وراخر ولا ينفصل عنه أنا كنت مع حضرتك الأسبوع اللي فات والأسبوع ده بأؤكد اللي أنا قلت الأسبوع اللي فات أن إي جي اكس 70 سينفصل عن إي جي اكس 30 خلال الربع الرابع وسيتفوق في الأداء عليه إحنا هذا الربع اللي هو الربع التالت ممكن نسميه ربع البنك التجاري الدولي بلا منافس فتحنا الربع على 8200 نقطة بنقف القرب 9700 يعني صعود 1500 نقطة التجاري الدولي فتح هذا الربع ب35 جنيه بيغلق عند منطقة 50 جنيه صعود 15 جنيه يعني كل جنيه بيطلع التجاري الدولي بيؤثر بمئة نقطة في المؤشر إي جي اكس 30 فلاقي أن إي جي اكس 30 صعود في هذا الربع حوالي 20% متأسلا بالبنك التجاري الدولي فقط ولا غير في حين أن إي جي اكس 70 لم يصعد غير 4% تقريبا منذ أول الربع حتى الآن طيب في ظل هذه الحيرة اللي عم تتحدث عنها بالنسبة لهذا الربع وهذا الأسبوع تحديدا أستاذ وائل يعني كيف سيتجه المستثمر برأيك يعني مع بداية الإعلان عن نتائج الشركات يمكن أول شهر أكتوبر يعني كيف سيكون السلوك بالنسبة للمستثمر كيف ستبقى الخيارات أمامه بالأسهم إحنا الإسبوع الجاي هيكون نهاية الربع الثالث بتأفيل السندي والمراكز المفتوحة والكريدت الممنوح للأفراد فلذلك أنا بتوقع ممكن أن يبقى فيه اتجاه هبوطي بسيط جدا في جلسة يوم الأحد ونعاوض الصعود مرة أخرى القوة شرائية مش هتخش غير بعد انتهاء هذا الربع وبعد انتهاء أجازة الأعياد كل سنة ونت طيبة عيد العطحة الأسبوع لبعد القادم فلذلك أنا بقول أن القوة شرائية هتخش بداية من الربع الرابع هتخش بقوة في السوق مرة أخرى بتوقع أن يصيب إي جي إكس سبعين نصيب كبير جدا من السيولة اللي هتخش السوق بتوقع أنها هتكون سيولة من عرب وأعتقد أن تداؤلات العرب بتتسم باتجاه إلى أسهم الصغيرة والمتوسطة فلذلك بتوقع أن الرابع يبدأ معه بعد عيد الأطحة المبارك إن شاء الله بصعود لإي جي إكس سبعين وتفوق في الأداء على إي جي إكس ثلاثة نحكي عن الاستثمارات العربية أستاذ وائل وإحنا كنا بترقب لخطة الإصلاح الاقتصادي التي تحدث عنها السيسي يوم أمس أمام الأمم المتحدة من الناحية الاقتصادية يمكن هو ركز بأنه سيتم توجيه الاقتصاد المصري ليكون سوق حر وأيضا دعوة للاستثمار في السوق المصرية دعوة مفتوحة يمكن لأصدقاء مصر في المؤتمر الذي سيعقد لاحقا من هذا العام سؤالي إلى أي مدى يعني أو ما هي ملاحظاتك على ما تم طرحه في هذه الخطة الاقتصادية وتركيزنا على السوق الحر بالنسبة لمصر إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الانفتاح مرن أمام الاستثمارات التي ستدخل في البداية أنا عايز أرفع الشعار اللي رفع السيد رئيس الجمهورية أمس في الأمم المتحدة تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر هذا الشعار أنا لا مش حايز أقول لك ردود أفعال الشارع المصري على هذه الجملة بالذات عندما قيلت في الأمم المتحدة نيجي بقى للتأثير الاقتصادي اللي ممكن يتم بعد خطاب السيد رئيس الجمهورية في الأمم المتحدة عندنا أولا التوجه السوق هو باين للعالم أن مصر متجهة إلى اقتصاديات السوق الحر وبذلك تستطيع أنها تجذب استثمارات كبيرة جدا الحاجة الثانية هو دعا كل العالم للاستثمار في مصر وذلك في مؤتمر الأصدقاء مصر اللي هيعقد في شهر فبراير القادم أعتقد أن كل دي أجواء بتمهد لدخول استثمارات مباشرة وغير مباشرة البورصة سبقت هذه الأحداث بكتير وصعدت من بداية العام حتى الآن حوالي 40% ولسه لنا مستهدفات سعودية هتحصل في الربع الرابع أكتر من هذا الرقم الحاجة اللي أنا عايز أقولها أنه ده يبقى له تأثير كبير جدا على معدل استثمار المباشر يبقى له تأثير كبير على عادة التصنيف الاقتماني لمصر اللي هيتم خلال الفترة القادمة إن شاء الله نحن نشوف اليوم بعض التعديلات الجديدة في قواعد أسهم الخزينة والشطب والاختياري وخليني أربط هذه التعديلات يا أستاذ وائل بما يحدث اليوم بعض الأخبار من القاهرة للاستثمار هذه الشركة بعد الدلتة للسكر وسمعنا الأخبار بأنها تناقش أيضا خيار شطب الاختياري من البورصة بعد اقتراح شركة سوشيال إمباكت التي تمتلك 51% من أسهم الشركة يعني اليوم هذا موضوع آخر يمكن يطرح ضمن الشركات اللي عم بتفضل الانسحاب من السوق هذه القواعد برأيك إلى أي مدى ستكون منظمة لعملية الانسحاب الاختياري من السوق وما هي من الملاحظات أيضا على هذه القواعد لازم لإدارة البورصة تعيد النظر في القواعد دي مرة أخرى لما يبقى في شركة حكومية بتقرر الانسحاب وتقول أن السبب هو رسوم القيد الغالية لما يبقى في شركة خاصة زي القاهرة الإصمار تقرر الانسحاب بدعوة من أحد المساهمين يمتلك 51% وبرضو الدعوة بتقول أن سبب ذلك رسوم القيد العالية لابد لإدارة البورصة أنها تعيد النظر في قواعد القيد لما يبقى عندنا شركة كانت أكبر شركة في السوق المصري وتحتل الصدارة في مواشي إيجيس 30 بتطلب القيد في بورصة تانية بورصة دبي هي شركة OCINV لابد مظبوط يخلي إدارة البورصة لابد من أعادة النظر جيدا اللي بيخلي الناس دي تعمل كده اللي بيخليها تسيب البورصة المصرية وتفكر في الشطب أو في الاتجاه إلى بورصات أخرى يعني بلأيك أن عملية القيد وارتفاعها سيقلل من التنافسية أمام البورصة المصرية أستاذ وائل يعني مقارنة بمثيلاتها يمكن بدول أو أسواق خليجية أخرى عندنا أكتر من عيب في البورصة المصرية أول عيب طبعا رسوم القيد اللي بتعتبرها الشركات أنها رسومة عالية اللعيب التاني احنا تفرض علينا ضرائب 10% على التداولات موجودة في أي بورصة محيطة بالبورصة المصرية ولا في البورصات النشأة فإذا برضو معدل التداول ضعيف جدا إحنا معدلات التداول في بورصة زي دبي ممكن توصل لحوالي ما يعادل 4 مليار جنيه مصري في اليوم إحنا هنا تداولنا تقريبا حوالي نص أو 600 مليون جنيه في اليوم فقط لغير فدي يمكن هي الحاجات اللي بتخلي الشركات تفكر في الاتجاه البورصات المجاورة أو الشطبة من البورصة المصرية هل يمكن أن يؤثر ذلك على الصفقات الاستحواذ اليوم عم نسمع بعض الأخبار من بيسكو بأنه قد تكون أخبار غير مؤكدة إلى الآن أستاذ وائل يمكن بأن صفولة السعودية يمكن قد تتراجع عن رغبتها بالاستحواذات إلى أي مدى أيضا سوق الاستحواذات المصري قد يتأثر يمكن بعدم التطور بهذه الإجراءات التي يحتاجها المستثمر العربي أو الأجنبي أيضا لا سوق الاستحواذ في مصر سوق خصب جدا ونرى الاستحواذات حصلت خلال الثلاث سنوات الماضية بنك ست جنرال، موبينيل، أوسي آي، الأولمبيك جروب ونرى صراعه على شركة بيسكو مصر وفيه كان العرض الأسبوعي لفات على شركة أرب ديري فإذن الاستحواذات هو سوق خصب جدا لسبب واحد أن السوق المصري فيه 90 مليون مستهلك فعال كلمة مستهلك فعال يعني إيه؟ يعني فيه 90 مليون نسمة عندهم استعداد الاستهلاك أي شيء قرم الاحتياجات غير مشبع لو عملت أي مشروع في مصر بينجح نجاحاً باهراً سواء كان مشروع أكل أو مشروع عقاري أو أي مشروع لأن عندنا 90 مليون مستهلك فعال وهو ده جاذبية السوق المصري طبعاً غير الجاذبية الجغرافية والموقع والكلام ده ولكن أنا بكلم على السوق الداخلي وده اللي بيخلي أنه فيه شهية لشراء الشركات المصرية والاستحواذ على الشركات الموجودة أو إنشاء شركات جديدة في السوق المصري أستاذ وائل عينبا رئيس مجلس الإدارة والوضو المنتدف لشركة الأوائل لإدارة المحافظ كنت